شكرا سيد الوزير المحترم ذاك شي اللي بغينا نقول لكم لانتم ما كتقولوها البرلمان وهذه نقطة ايجابية هذا تضامن في هاد القضية الوطنية اللي كتخص المنح ديال الطلبة الجميعيين سيد الوزير المحترم تنوه بالطفارات اللي قمتوا بها وهذه حكومة ديال الطفارات ماشي ديال الرتابة الطفارات على مستوى الاختيارات الاجتماعية لكن اؤكد انه كين اشكال كبير لان كتير ديال المنح ما كتصلت للمستحقين ديالها طريقة تنزيل معايير الانتقاء ومعايير الاستفادة لا تحقق العدالة المطلوبة ولا تتم بالنزاهة المطلوبة ثم احتى المبالغ المرصودة نفسها السيد الوزير لا تكفي لتغطية المستحقين منح الطلبة ليست عمل اجتماعي ليست موقف سياسي منح الطلبة قرار استراتيجي يرتبط بافق البحث العلمي في البلد لان خريجي الجامعات هم من قيادات الامة وقاطيراتها التنموية كثير من النوابغ المؤهلين للتفوق العلمي سيحرم الوطن من خبراتهم وكفاءاتهم حين يغادرون الجامعة بسبب عدم الاستفادة من المنحة رغم شدة الحاجة اليها خاصة في صفوف الطالبات الهضر الجامعي بهذا المعنى السيد الوزير هو مسؤولية حكومية اننا لا نريدكم ان تكونوا مسؤولين عن طالب واحد يغادر الجامعة بسبب حاجته الى المنحة وعدم استفادته منها ان هي الا موازنات مالية واسبقيات برنامجية ان اسرا كثيرة السيد الوزير تقبل بتأجيل الاستجابة الحكومية لبعض النقص في البنى التحتية لكنها لا تطيق في عهدكم ان يحرم بعض شبابنا من حق متابعة الدراسة بسبب الحرمان من المنحة او السكن في الحي الجامعي او الاطعام المنحة فرصة انقاذ ديال الشباب وفرصة ديال التفوق هذه الحكومة ديالتفارة السيد الوزير بغينها تقوم بصحيحات مستعجلة الاقاليم اللي فيها نسبة عالية ديال الفقر وديال الهشاشة يجب ان تعمم فيها المنحة اقليم الرشيدية يحتوي على الجماعة الاكتر فقرا على الصعيد الوطني السقف ديال الفين درهم سقف ماشي معقول نسبة غير معقولة انخفضت نسبة ديال المنحة من 100% في بعض السنوات الى حوالي 54% البلاد التي لا توجد بها جامعات العالم القراوي العقالم المشمولة بجبر الدرار جهة مكنة السفيلات شكرا شكرا سيدناي شكرا